اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين قبل قليل طرد اللاعب البرازيلي النجم الكبير نيمار لاعب باريسان جرمان خلال مواجهة استراسبورغ الفرنسي طالب نيمار الحصول على ركلة جزاء واخذ بطاقة صفراء ثانية نتيجة ادعاء التمثيل بصراحة وللامانة انها ركلة جزاء من وحي الخيال لا يوجد ركلة جزاء من الواضح فعلا ادعاء التمثيل بصراحة يا نيمار انت لعيب كبير جدا وانا بحبك جدا لكن المفروض تاخد الاوسكار في الدراما انصحك ان تذهب الى هوليوود وتتجه الى عالم السينما ستكون متعلق بشدة اشتركوا في القناة